بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس في فيديو النهاردة هنوضح طريق تجميع وتجهيز لوحة التأخير الزمني الذي لا استخدامك كثيرا أما حماية الأجهزة الكهربية من تقرار انقطاع الكهرباء أو ديتا تاني لأن الكهرباء عندما ترجع بعد الانقطاع لا تكون مستقرة وبالنسبة لها تحللي مشاكل كثير مع سمارت وهم والنود امي سيو خصوصا درس الواي فاي مانجر الذي وضحنا فيه كيف تستطيع تحقق الاتصال عن طريق الموبايل وتكتب اسم الشبكة كان النود امي سيو ليس يتصل مع الواي فاي بسبب ان النود امي سيو يعمل قبل الروتر وكمان هقدر من خلالها أحل مشكلة الرعشة التي تحصل في بعض البنات لأنها تعمل مشاكل كثير مع الأجهزة الكهربائية كما واضح أمامكم مجرد ما بوصل الكهرباء للنود امي سيو بحصل رعشة في بعض البنات وبتشغل الات وبناء عليها تشغل أجهزة الكهربائية وده طبعا ممكن يعمل مشاكل كثير مع الأجهزة الكهربائية باستخدام الدايرة دي نقدر نعمل تأخير زمن نقدر نحدده زي ما احنا حابين من خلال مقومة بتغيرة موجودة في الدايرة وده طبعا يحللنا مشكلة الرعشة اللي بتحصل في وضع التشغيل وكمان نقدر نعمل تأخير زمن المنود امي سيو نفسه نخليها ما تشتغل شغير لما الروتر يحقق الاتصال بالانترنت لو مش حابين نعمل تأخير زمني لتحقيق الاتصال من خلال البرمجر وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو يا بنا أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا موسيقى قبل ما نبدأ التسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع GLCP طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا وقد جاربر بعد كده بترفع الملف الخاص بك بالشكل ده وبعد كده تنتظر بعد كده تظهر لك تقدر طبعا ترجع الملف بتاعك من هنا وانتك بتشوف الصورة بتاعته بحجم أوضح تحميلها وكبرها بعد كده سيف توكارت بعد كده تخلص رفعات تصميم الخاص بك وبعد كده تشيك أوت وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحن وبتحدد طريقة الدفع المناسبة لك عشان توصلك في قرب وقت ان شاء الله نبدأ على بركة الله وفي أهل من أسبوع كانت اللوحات وصلت لحد باب البيت وفي أهل من أجل اللوحات اللوحة عبارة عن ثلاث تصميمات مع بعض عشان نستغل المساحة لعشرة سنتي تحت موقع GLCB تقدر تفصله مع بعض بسهولة من خلال السقوب عشان تقدر تستفاد بكل اللوحة الوحدة بكل بساطة وكده يبقى معك ثلاثين لوحة ليس عشر لوحات اللوحة بالشكل ده سننفذنا اللوحة في درس سابق مع بعض وعملنا تصميم البيسي بي مع بعض ونبدأ بالمكونات وزي موضح المكونات بسيطة جدا اللي سنعمل بها اليوم أول شيء البيسي بي بورد وكمان ايسي سوك التمانية عشان نركب عليه وبعدين سويتش عشان نفتح ونفصل الكهرباء منه ويدي باللون انت تحبه وكابستور او مكسف ميت ميكرو فراد واثنين ضايد واحد امبير عشان نستخدمهم للحماية من عكس الطيار الموجب والسالب ونستخدم ترانزيستور بي اني بي مية واربعين تمام بي دي مية واربعين تقدر لتشتخدم ترانزيستور اني بي اني لو انت حابب الديارة تشتغل وبعد كده تفصل وده اطراف ميل كوننكتور عشان نستخدمها في توصيل اطراف الموجب للرلاهات ومقاومة متغيرة خمسة ميجا اوم عشان تقدر التحكم في وقت كبير ومقاومة ثابتة خمسة وستين اوم ومقاومة واحد ونص كيلو اوم وطبعا ريلي معنا 10 امبير 12 فولت 10 امبير على 220 فولت او على 12 فولت دي سي تقدر تثبت الصور عشان تقدر تعرف المكونات وتعرف التفاصيل كلها وطبعا ما ننساش اثنين ترميل كوننكتور عشان نقدر نوصل فيهم واحد هنوصل فيها مصدر الموجب والسالة بالخاصين بالدايرة والثلاثة طبعا هيتشتغل مع النورمال اوبان والنورمال كولوزت والكوم الخاصين بالرلاهات عشان نقدر نفصل ونوصل نبدأ تركيب المكونات مع بعض ونبدأ بالسوكت التمانية بيننا الخاص بالايسي وبعد كده المقاومة 560 اوم مكتوبة على البرده 330 اوم بسي ما وضحتم على 12 فولت نستخدم اكبر ونقامة 1.5 كيلو وبعد كده الاتجاه الخاص بالاطراف الرصاصي في الضيود والطرف لابيض في البرده وبعد كده ركبنا المفتاح والاتجاه المفتاح ونقامة الاتجاه المفتاح وبعد كده الالي دي وطبعا موضح الطرف السالف في البرده وبعد كده يركب المقاومة المتغيرة طبعا المتوفر معيها 1 ميجا اوم ما توفرش معيها 5 ميجا اوم لتقريبا دقتين وهو ده اللي انا محتاجه وطبعا نبدأ تلحيم هنختصر في الجزئية النهارده هنوضحها كلها بس برضه هنوضحها عشان خاطر ندل الناس تحفيز او دفعها بحيث ان الموضوع السهل والناس تحاول تجرب واللحم سهله وبعد كده نشيل الاطراف اززايدة عشان خاطر تسهل على عملية التلحيم بالشكل ده بعد كده نكمل لحمات هكمل ثمان اطراف الخاصين ثمان اطراف الخاصة بسيط وهذا الشكل مباشر بقت معنا بالشكل طبعا فاضل معنا طرفين لازم نقص الاطراف اصبحت البرده معنا بالشكل فاضل بس الكابستر والرلي والترانزيستر والاطراف التي سوف نقصها أنا معي هنا أدول نوعين ترانزيستور BD140 BNB ترانزيستور و BD139 NBN ترانزيستور نفس التلات أطراف و نفس الترتيب التلات أطراف بتوع الاتنين ترانزيستور لو أنت حابب الدايرة معك تشتغل تتوصل وقت فترة زمنية معينة وبعد كده تفصل على حسب استخدامك هتستخدم ال NBN اللي هو BD139 لو أنت حابب الدايرة تفصل وبعد كده تشتغل لحمية الأجهزة القهربية أو زي ما وضحنا في أول الفيديو هتستخدم طبعا الترانزيستور BNB اللي هو BD140 أو أي ترانزيستور بنفس ترتيب الأطراف بتاعت النوعين ترانزيستور تمام؟ وهنا موضحين طبعا الجزئية لها عشان خاطر نقدر ننقل ما بين الاثنين ترانزيستور زي ما وضحنا في تصميم الPCB ممكن تستخدم مفتاح طبعا عشان تنقل أو تستخدم الميل كوننكتور ده أو تركب عليه جامبر بحيث أنك تستخدمه بس أنا فضلت أن أعمل كوبري عن طريق أن أستخدم سلك بالشكل وهبدأ أوصل للريلي الطرف السالب والترانزيستور الطرف المجابل وهنعكسها ونستخدم إني بأن أوصل للترانزيستور طبعا السالب وهوصل للريلي الطرف المجابل وهكمل حامل أطراف الخاصة بالترانزيستور والخاصة بالريلي تمام بالشكل مثل موضح حمانكو ونستخدموا كل التفاصيل وتعرفوا أن الموضوع بسيط جدا أهم حاجة تكون معك مكوى درجة حارتها مناسبة وتعمل بكل بساطة الأطراف المكتوبة عليها وهي تعمل على الترانزيستور كما وضحت في الدايرة الخاصة بلا سمارت هوم نأخذ بالنسبة للعلامة الموجودة في الإي سي وهنا نركبها فيها علامة موجودة في الباردة وهي المربع يكون مفتوح من المكان وهنا عملت تشعيرها صغيرة لأنه لم يحصلت فيوز لأنه لم يحصلت فيوز فأقوم بعمل شعرية وتعضي الغرب لا يوجد مشكلة وهي طبعا اللوحة التي استخدمناها في الفيديو وهي الخاصة بعمل تأخير زمني من خلال مفتاح خارجي واستخدمناها لدائرة السلم ممتازة ولا استخدامات تانية هنجرب هنا كما واضح أول ما اشتغلت المفتاح هل هناك مشكلة في التصميم؟ لا المشكلة معنا أن الLED يعد طرف السالب للترانزيستور يجعل الترانزيستور يفتح الالكترنات فتعدي القهربة للرلي فالرلي بيعمل فأنا محتاج في الأول حاول تغيير الزمن حاول تغيير الزمن واجرب بردو رلي بيعمل حلت المشكلة بأن لغاية الدايرة الLED لم يجعلها تعمل مع الترانزيستور وأنا لا أعلم أن أفعل ذلك لأن القهربة وصلة للبردو وخلت المقاومة موصلة لها طرف المجب وخلتها توصل لها طرف المجب وركبت المقاومة بالشكل أقرب طرف المجب اللي هو جنب الرلي لكي نستخدمه لكي نستخدم الترانزيستور بعد ذلك اشتغل مع اللمبة بعد عمل تأخير زمني فصلت الكهرباء لكي أوضحها في مصدر الكهرباء اشتغلت من قبل ونستخدمك الكهرباء يعني أنه ينسى فصلت سلك من الاسلاك ووصل الكهرباء نشاهده يمكنك التحكم في الفترة الزمنية فقط من خلال المقاومة متغيرة سوف نوضح المقاومة الوحيد من المقاومة التي جاءت لي كم توقيت زمن قد ايه سوف نغير توقيت سوف نفصل الكهرباء سوف ننتظر معها تقريبا 9 ثواني و اعملت معك في الفترة 9 ثواني و بعد ذلك لفت المقاومة تقريبا 25 لفة و شغلتها تقريبا 25 لفة و لا اعرف ان اجبت اخر مقاومة او لا اجبت معي تقريبا 50 ثانية و هذه بالنسبة له مناسبة جدا المقاومة الوحيد ميجا تستطيع تحصل مقاومة 5 ميجا تعمل عليها لو انت حابب يكون معك وقت زمن اكبر من كده كل ما زادت قيمة المقاومة كل ما قدرت تزود الفترة الزمنية زي ما انت حابب و نجرب كده اكتر من مرة و تقدر تعمل الدايرة بتاعتك و تنفزها و تلاقي الموضوع بسيط لا تستصحب الموضوع على نفسك حاول تنفز الموضوع البرد الوقت اصبحت متناول المصريين نقدر نطلب البرد من برد كان الاول كان في مشاكل في ان انت بتجيب البرد من برد الوقت بقت البرد سهلة جدا تقدر تطلب البرد بتاعتك و تنفز اي مشروع في المشاريع اللي بنهاردهم عندنا في القناة و كده ان شاء الله نكون وصلنا على نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسوناش من صالح دعواتكم لو اجبكم الفيديو لا تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد و لا تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته